لم تكت تمر سوى بضع ساعات على إنهاء طرفي الأزمة السودانية الجمود الذي طبع مفاوضاتهما في الأيام الماضية حتى اندلعت مواجهات في ميدان الاعتصام وسط الخرطوم بدأ أن هدفها الرئيس هو التشويش على الاختراق السياسي الذي تحقق ستة قتلى سقطوا في المواجهات التي وقعت أمام مقر قيادة الجيش السوداني بعد إعلان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الاتفاق على هياكل ومهام أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية وذلك بعدما حاولت القوات إزالة متارس عن شوارع أغلقها المعتصمون قريبة من محيط الاعتصام رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اتهم جهات وصفها بالمندسة تحاول إجهاض الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فيما تحدث رئيس هيئة استخبارات الجيش حذيف عبد الملك عن وجود منفلتين في محيط الاعتصام قاموا بإطلاق الرصاص الحي ضد الجيش السوداني والمعتصمين ما أدى لمقتل ضابط برتبة رائد وخمسة معتصمين مدنيين معلوماتنا كافية عن أنه في منجسين دارين يستفزوا الغوات المسلحة بكل مكوناتها ودارين يستهدفوا بعض العناصر الشريفة الوطنية من أبناء الوطن له على أساس أنه يخلق فتنة بين أبناء الشعب السوداني وبينما وجهت النيابة العامة اتهامات ضد الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين بتهم قتل المتظاهرين أكد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطالب أن القوات المسلحة لم تطلق رصاصة واحدة تجاه المعتصمين السلبيين لكنها لن تتردد في حسم الفوضى خارج محيط الاعتصام أما تجمع المدنيين السودانيين فقد أكد أن ما حدث في جلسات التفاوض من تقدم سدد ضربة موجعة لبقاء النظام فدفعها لتنفيذ هذه المحاولة لجر الثوار للعنف وفضل الاعتصام بالقوة منعطف جديد قد يدخله الحراك الشعبي في السودان لا سيما إذا تكررت حوادث العنف واختفت الأصابع التي تقف وراءها وهما قد يذهب بأحلام الشعب السوداني وطموحاته في الحرية والكرامة أدراج الرياح